أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تولي صناعة سيارات حاليا أولوية قصوى جاء ذلك خلال اللقاء مدبولي مع مسؤولي مجموعة القصراوي للسيارات لبحث فرص التصنيع المحلي والتصدير وخلال الاجتماع استجاب رئيس الوزراء لطلب محمد القصراوي رئيس مجلس إدارة مجموعة القصراوي للسيارات بتوفير قطعة أرض للمصنع الخاص بهم حيث لفتاء القصراوي لأنه من المستهدف تصنيع إحداء السيارات الجديدة مؤكدا أنه يستهدف إنتاج سلسة وعشرين ألف سيارة على مدر خمس سنوات منذ بدي الإنتاج